بيان للخارجية اللبنانية يؤكد عزم لبنان تقديم شكواً رسمية إلى مجلس الأمن الدولي بشأن القصف والاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف مناطق في جنوب البلاد البيان أكد أن القصف يشكل انتهاكاً للسيادة اللبنانية وخرقاً لقرار مجلس الأمن مع تأكيد على حرص لبنان على الهدوء والاستقرار في الجنوب داعياً المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف التصعيد وزير الدفاع اللبناني موريس سليم قال بدوره أن الجيش كان وسيبقى حريصاً على أقصى درجات التعاون مع اليونيفل واتخاذ الإجراءات المناسبة لضبط الأمن والحفاظ على الاستقرار والهدوء في الجنوب فيما يستمر الترقب لمعرفة رد الفعل الإسرائيلي القادم وإذا ما كانت تل أبيب ستكتفي بالقصف الذي نفذته بعد إطلاق أكثر من ثلاثين صاروخاً من جنوب لبنان تشهها ضيفنا من بيروت الكاتب والبحث السياسي أسعد بشارة أسد أسعد أهلاً بك معنا دائماً في غرفة الأخبار يعني كما تبعنا الحكومة تعتزم تقديم هذه الشكوى لمجلس الأمن ما الغاية بداية مثلاً نور ما الغاية من هذا القرار ومن هذه الخطوة علماً أن الصواريخ لطالة الداخل الإسرائيل انطلقت من الأراضي اللبنانية شو الفائدة منها الآن؟ الحكومة اللبنانية التي تسمى حكومة لبنانية هي شاهد طريقة مسرحية عدل الإمام لم يرى أي شيء وبالتالي هذه الخطوة تنم عن عجز مطلق أو عن تواطئ معين وعن تسليم لحزب الله بأنه هو الآمر الناهي في لبنان باسم المشروع الإيراني بالتالي كان الأفضل على رئيس الحكومة أن يقرر بأن لا يذهب إلى مجلس الأمن بهذه الشكوى لسيما وأن الأمين العامل المتحدة والكثير من الدول في المجتمع الدولي أدانت توجيه الصواريخ إلى إسرائيل باعتبار أن الفعل بدأ من لبنان وباعتبار أن الدولة اللبنانية بكل أجهزتها السياسية والأمنية والعسكرية كانت آخر من يعلم ولم تقم بأي تحقيق ولم تقل من الذي أطلق هذه الصواريخ على إسرائيل خارقاً الاستقرار وخارقاً القرار 17-01 ومنطلقاً من منطقة جنوب الليطاني ليلي هي منطقة جنوب نهر الليطاني من المفترض أن تكون منطقة خالية من السلاح غير الشرعي هذا ما ينص عليه القرار 17-01 صحيح لكنها المنطقة التي يسيطر عليها حزب الله والتي تسيطر عليها إيران لكن هذا يؤكد عجز وتقصير وتواطئ السلطات اللبنانية أيضاً أستاذ أسعد بشارة إذا ما أردنا أن ندقت في هذا الوصف بكل تأكيد يعني عجز تنطبق عليها صفة العجز لأنها لا تستطيع ولا تملك القرار على أرضها أو أي شيء التقصير بالطبع التقصير تابع للعجز أما التواطئ فهو الانتهازية يعني من يرضى أن يكون في موقع المسؤولية لكي ينفذ أجندة حزب الله ولكي يعرض لبنان للخطر ولكي يعني يكون شاهداً صامتاً أو متواطئاً على كون لبنان صندوق بريد لإيران عندما تقرر إيران أن ترسل بالبريد السريع رسالة صاروخية عقيمة لإسرائيل يعني يلا يتكن هذه الصواريخية تعبير عن مواجهة مباشرة بين إيران وإسرائيل لكن قلنا لبنان إذا دفع السمن فليكن هناك مواجهة ستؤدي حسب التهديدات الإيرانية إلى إزالة إسرائيل من الوجود أو إلى تحقيق هذه التهديدات أنهم يستطيعون إبادة إسرائيل وإزالتهم ولكن أن يصمتوا على الاعتداءات الإسرائيلية أو السهدفات الإسرائيلية لمواقعهم وبنيتهم التحتية في سوريا لأشهر وسنوات ثم يرسلون عبر هذه الصواريخ الهوائية رسالة لتعريض أمن واستقرار لبنان من على أنقاض الاقتصاد اللبناني المتهاوي فهذا يمثل أسوأ أنواع الوصاية والهيمن هل أعتقد أنه تم حقيقة أسال هذه الرسالة أستاذ أسعد حتى حزب الله لم يعترف بعلمه بإطلاق هذه الصواريخ أي رسالة هنا؟ أي دعم للشعب الفلسطيني لهذه القضية؟ ما الذي تحقق طوال السنوات الماضية من هذا المشروع لدعم الفلسطينيين؟ صراحة الأمور تقاس بنتائجها ما هي النتائج التي تحققت؟ لقد استطاع بن يمين نتنياهو المأزوم داخليا في إسرائيل أن يلتقط الأنفاس وأن يتجاوز الأزمة الداخلية وأن يقوم ببساطة ما هي النتائج هذه الصواريخ عندما تسقط في شمال إسرائيل أو عندما تطلق من غزة أيضا هي تتحول إلى وبال على غزة تدمير غزة دون القدرة على إقامة معادلات ما تسمى معادلات الممانعة هذه معادلات وهمية إسرائيل قادرة على تدمير كل شيء والصمود الحقيقي هو صمود الشعب الفلسطيني في الداخل هذا هو الصمود الحقيقي بتقوية صمود الشعب الفلسطيني وليس بأجندة الصواريخ الوهمية الفاقدة للقيمة والفاقدة المردود السياسي والتي لا يمكن أن تجير لمصلحة القضية الفلسطينية وأكثر ما يلفت أستاذ أسعد الدشارة حتى أنهي من لبنان أيضا يعني حالة الجدل الكبيرة التي أثرتها هذه الصواريخ في الداخل يعني انقسام أيضا في الداخل اللبناني على هذه المسألة بين مؤيد لإطلاقها وغير داعم لهذه العملية هل يمكن أصلا الحديث أستاذ أسعد عن سيادة هذا البلد عن سيادة لبنان وأراضيه في ظل تكريس هذه الأراضي ساحة لجهات خارجية هناك جهتين متضررتين من إطلاق هذه الصواريخ أولا لبنان كدولة تنتهك سيادته تحول إلى صندوق بريد الأمر الثاني الفلسطينيين كشعب وكسلطة وكشعب يناضل من أجل إقامة الدولة وتحريق يعني على أرض السبعة وستين وبالتالي رأينا أن هناك نفي رسمي فلسطيني لتورط أي تورط بإطلاق الصواريخ لأنهم يعرفون السلطة الوطنية الفلسطينية يعرفون أن تبني مثل هذه الأعمال إن ليس له قيمة أو أي مردود وبالتالي حسب ما تفضلت لبنان يدفع الثمن الأكبر لأن إيران للأسف مستمرة بالعبث بلبنان وباعتباره منصة لتحقيق هذا النفوذ الإقليمي دون أن تذهب إلى مواجهة لو كانت إيران تقرر مواجهة إسرائيل لم نشهد أي مواجهة عسكرية إيرانية إسرائيلية مباشرة منذ العام 79 نشوء الدولة الإسلامية في إيران لم نشهد أي مواجهة مباشرة إلا بالواسطة عبر الأذرع وبطريقة أيضا فيها الكثير من محاولات إرسال الرسائل على طريقة أرسل رسالة ثم تفاوت الرد الإسرائيلي على منطقة فارغة في لبنان وعدم رد حزب الله ختاما هنا عدم رد حزب الله يعكس ببساطة أن هناك تواطئا وتفاهما على شيء ما إيران تحاول أن تدخل على ملف الأقصى لكي تقول أن هذا الملف بطريقة شعبوية وإسرائيل نتنياهو أقصد لم يكن متضررا على الإطلاق من إرسال هذه الصورة شكرا أستاذ أسعد بشارة على المشاركة معنا الكاتب والبحث السياسي من بيروت ترجمة نانسي قنقر